عافية عاشر رجعنا لقوانين الاحتمالات جزء الثاني قوانين الاحتمالات جزء الثاني صفحة 120 بحكي لي إذا كان في حا واحد حا اثنين حادثين منفصلين طلعوا منفصلين يعني مش مع بعض منفصلين كل واحد لحال هاي حا واحد حا اثنين مش متشاركات نهائيا ولا بأي عنصر فإن التقاطع لا يوجد صفر الاتحاد اثنين مع بعض واحد زائد الثاني إذا بما أنه التقاطع صفر خلص اطلعوا هاي القوانين هي نفسها اللي أخذناها أول لكن التقاطع رايح منها لأنه التقاطع صفر طيب كيف يجعلها أسئلة خليكوا معي طلع مثال 7-14 إذا كان لا ملحى واحد 75% لا ملحى اثنين 62% الاتحاد 84% أجب عن كل ما يلي هل حا واحد حا اثنين منفصلان بما أنه اعطاني اتحاد شايفين عليه إذا أنا روح أبلش بقانون الاتحاد عشان أتأكد إنه منفصلان قانون الاتحاد يساوي الأول زائد الثاني نقص التقاطع تمام؟ الأول زائد الثاني نقص التقاطع وبعوض عليها هاي 84% هل بتأكد إنهم متساويين ولا لا؟ إذا كانوا متساويين إذا التقاطع صفر 84% يساوي 75% زائد 62% نجمع هدول 75% زائد 62% رح يكون عندي 7% وإذا رح يكون 1% هيا شايفينها؟ 1.37% إذن الحادثان شو ما علم؟ غير منفصلين لأنهم غير متساويين أما إذا كانوا متساويين فهما منفصلين تمام؟ إذن بدأ أوجد التقاطع بما أنهم مش منفصلين بدأ أوجد التقاطع تمام؟ كيف أوجد التقاطع؟ على نفس القانون خليكم معي شوي هون هاي شوفوا ناقص هاي ناقص التقاطع لعام 1 تقاطع لعام 2 تمام؟ صارت عندي زي معادلة شايفينها هاي هاي خلينا نحلها هون شوي على جن 84% يساوي 1.37 ناقص التقاطع أنا المطلوب بدي أوجد التقاطع تمام؟ إذن ناقص 1.37 ناقص 1.37 تمام؟ طبعا هون بدي أطرح كيف بأطرح الكبير من اللي صغير اللي هي بدي أطرحه هون 1.37 ناقص 84% سبعة ناقص أربعة ثلاث ثلاث ناقص ثمانية لا يجوز بس تلف لتصير 13 ناقص ثمانية 13 13 13 53 إذن سالب لأنه سالب 53 بالمية يساوي سالب التقاطع تمام؟ على سالب واحد إذن التقاطع حا واحد تقاطع حا اثنين يساوي 53 بالمية تمام؟ ليش احتجت أنا للتقاطع؟ لأنه الفرع الثاني طالب مني ناقص وهي قانونها يساوي احتمال الأول ناقص التقاطع طبعا هالقوانين عاشر ضروري نحفظهم هالقوانين لازم نحفظهم تمام؟ طيب نشوف كيف ناقص ناقص إذن احتمال الأول ناقص التقاطع احتمال الأول 75 بالمية التقاطع أنا أطلع على 53 بالمية طبعا نترح 5 ناقص 3 اثنين 7 ناقص 5 اثنين تمام؟ هذا المثال الموجود عندك تعالي نشوف تدريب 7 16 تدريب 7 16 إذا كان حا واحد وحا ثنين حادثين في الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما وكان الأول حا واحد جزء من حا اثنين حيث احتمال الأول 35 بالمية احتمال الثاني 9 بالمية احسب بدأ كتب كل واحد قانونة عندي لام حا واحد ناقص حا اثنين يساوي احتمال الأول ناقص التقاطع تمام؟ والثاني اللي هو لام حا اثنين ناقص حا واحد احتمال الثاني اللي هو الأول بيجي عندي ناقص التقاطع طب مس هو اعطيني احتمال الأول واعطاني احتمال الثاني لكن احتمال التقاطع ما اعطاني اياها لكن في جملة اعطاني اياها بقدر من خلالها اوجد احتمال التقاطع من هي؟ بحكيلي حا واحد جزء من حا اثنين حا واحد جزء من حا اثنين ركزوا معي شوي هون انا رسميتها هون طبعا بس بدي ارجع ارسلكم اياها حا واحد جزء من حا اثنين اذا حا واحد هاي مضبوط حا اثنين رح تكون الأكبر التقاطع بين حا واحد وحا اثنين أسفل التقاطع بين حا واحد وحا اثنين شو التقاطع بيناتهم رح تكون؟ حا واحد تقاطع حا اثنين نفسها حا واحد والاحتمال هو نفسه مفهوم؟ مفهوم معاشر؟ اذا ما فهمتوها عندي مثال ثاني مثلا عندي مثلا بفرض انه حا واحد عبارة عن الأرقام واحد اثنين ثلاث حا اثنين عبارة عن واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة شو التقاطع العناصر المشتركة؟ منهم واحد اثنين ثلاث هاي بترجع مين؟ بترجع حا واحد تمام؟ مفهوم؟ اذا هاي رح تكون عندي لامحة واحد ناقص لامحة واحد لامحة واحد خمسة وثلاثين بالمية ناقص هاي طلعناها تساوي لامحة واحد اللي هي خمسة وثلاثين بالمية ويساوي صفر وصح لأن الاحتمال ممكن أن يكون صفر وممكن أن يكون واحد وما بينهما ولا يمكن أن يكون سالب ولا يمكن أن يكون أكبر من واحد تمام؟ ولا أصغر من واحد عندي هون لامحة اثنين اللي هي تسعة من عشرة ناقص اللي هي خمسة وثلاثين بالمية تعال نتراحها هاي خمسة وثلاثين بالمية ناقص تسعة من عشرة آآ لا ها رح تكون هون تسعة من عشرة إنها أكبر صفر ناقص خمسة لا يجوز إن نستلف خمسة ثمانية ناقص إذن رح يكون عنديه يساوي خمسة وخمسين بالمية تمام؟ هاد عندي حل التدريب حل التدريب نكتب عليها تدريب سبعة ستعاش صفحة مية وعشرين تعال نشوف هون يوجد لكل حادث متمم شو عني متمم؟ يعني عندي حادث بكمله من الأوميغا من فضاء العيني يعني مثلا عندي حا 1 تساوي 2-3 لكن أوميغا هي عبارة عن رمي حجر نرد حال متممة مين ضل؟ ضل أربعة وخمسة وستة هاي بعتبرها حال متمم في بدواء قانونة بيحكي لي إنه حا 1 لام الحا زائد المتممة يساوي 1 لام الحا زائد المتممة يساوي لام لحاة حاد المتممة يساوي لاو الأوميغا يساوي هاي هاي القوانين ضروري نحفظهم طب إذا كان احتمال خليكم معي شوي إذا كان احتمال نجاح فؤاد في الامتحانات دراسة الثانوية العامة يساوي خمسة أمثال احتمال عدم نجاحه نجاح هو احتمال وقوع الحادث وعدم نجاح هو احتمال وقوع المتممة لأنه عدم نجاح فبقول لي إنه احتمال خمسة أمثال عدم نجاحه يعني احتمال الحادث يساوي خمسة أمثال احتمال المتممة هاي شفينا احتمال الحادث يساوي خمسة أمثال احتمال المتممة طيب كيف بدأنا أوجدهم؟ عندي قانون بيحكي لي احتمال الحادث زائد المتممة يساوي واحد هاي شوفوه مستمل لي ياها اصلا طول علي احتمال الواحد زائد احتمال المتممة يساوي واحد بدأ احتمال الحادث عوض خمسة لامحة متممة صارت خمسة زائد واحد ستة لامحة المتممة يساوي واحد على ستة على ستة لامحة المتممة يساوي واحد على ستة إذن هون عنا هاي مين لامحة المتممة عدم نجاحي طيب إحنا بدنا نجاحه بروح بعوض بروح بعوض لأن المطلوب طلع ما احتمال أن ينجح المطلوب المطلوب ما احتمال أن ينجح فراح يكون عندي بعوض مكان الاحتمال هاي بعوض مكانها واحد على ستة خمسة ضرب واحد على ستة بتلالي خمسة على ستة تمام تدريب سبعة سبعتاشة نروح لكم عندي بوحكيلي في تجربة عشوائية فضاءها العيني اذا كان اوميغا طبعا اذا كان احتمال اثنين على ثلاث احتمال اول اذا لا ملحا يساوي اثنين على ثلاث وعندي يساوي اثنين على ثلاث لام الحاء المتممة لام الحاء المتممة نفس الحل اذا انا اول شيء بحكي طلع عليها شوف كيف ابلش حلي بحكي لام الحاء زاد لام حاء المتممة يسوح بعوض مكان لام الحاء بلام حاء متممة اثنين على ثلاث لام حاء المتممة زاد لام حاء المتممة يساوي واحد هاي عندي كسر اثنين على ثلاث زاد واحد بضرب هاي في ثلاث على ثلاث شايفين كيف واحد مقام بتصير اثنين زاد ثلاث خمسة خمسة على ثلاث لام حاء المتممة هاي عندي يساوي يساوي واحد بضرب في المقلوب عشان اخلص من اللي عندي تصير لام حاء المتممة لحالها لام حاء المتممة يساوي ثلاث على خمس اثن انا اوجدت لام حاء المتممة تعالي نشوف السؤال شو طالب مني طالب مني لام الحاء لام الحاء اذا انا ابدأ اوجد لام الحاء لام الحاء بعوض مكان اثنين على ثلاث لام حاء المتممة بعوض مكان لام حاء المتممة بعوض مكانها ثلاثة على خمس يساوي اثنين على ثلاث ضرب ثلاث على خمسة تروح الثلاث مع الثلاث اثنين على خمسة وطلب مني لا حال متممة هي أنا طلعت لهم لا حال متممة وطلعت احتمال الحادث وهيك أنا بأنهيت سؤال تدريب 7.7.1.1 شوف المثال لدينا إذا كان احتمال فوز فريق كرة السلة في أحد مبارياتها إذن هنا هذا احتمال الأول في إحدى المباريات إذن الاحتمال الأول وفي المباراة الثانية هذا الاحتمال الثاني ومعاً قلنا معاً عبارة عن التقاطع احتمال التقاطع يساوي 4 من 10 هل شايفينه؟ احتمال الأول احتمال الثاني ومعاً دلتني على احتمال التقاطع فوز فريق كرة السلة في إحدى المبارتين على الأقل قلنا على الأقل اتحاد هو عبارة عن الاتحاد وأنا بكون حافظ قانون الاتحاد اللي هو الأول زائد الثاني ناقص التقاطع طيب خلينا وليش نترجم السؤال بعدين بنكمل حل فوز فريق كرة السلة فقط فقط هو عبارة عن احتمال طبعاً احنا كرة السلة الأول ناقص الثاني كلمة فقط بتدمني على طبعاً لو حكالي مثلاً في المباراة الثانية بحكي حاثنين ناقص حواحد أما حكالي كرة السلة حواحد ناقص حاثنين عدم فوز فريق كرة السلة في أي من المباريات عدم قلنا متممة أي من المباريات اللي رح تكون اتحاد إذن احتمال حواحد اتحاد حاثنين الكل متممة لأنه بحكي لي عدم فوزهم نهائياً وعدم فوز فريق كرة السلة في المباراة الأولى فقط في المباراة الأولى فقط هاي خليها عشان أورجيك عدم فوز فريق كرة السلة اللي هو احتمال حواحد متممة لأنه حكالي بس في المباراة عدم قلنا متممة في المباراة الأولى إذن احتمال اللي هو الأول متبن أنا استنتجت من خلال بعض المصطلحات القوانين عافظ القوانين بعوذ القوانين إذن الأول هاي الأول شوفوا هم معوضين أنا شرحت المثال لأنهم معوضين لذيق الوقت يا عاشر لذيق الوقت أنا بحاول كثير أني ألخص المادة لأنه أنتوا عارفين الوقت يعني مش مساعدنا وإن شاء الله يعني ما رح يكون أسلت الامتحان خارج نطاق اللي أنا شرحته هاي احتمال الاتحاد رح يكون الأول زائد الثاني نقص التقاطع عوض وطلع الناتج طبعا أنا هون رح أشرح لك بس كيف تستخدم آي الحاسب هاي عندي هون طلع لي ستة من عشرة زائد خمسة وسبعين بالمية خليني شوي شوي صفر زائد خمسة خمسة ستة زائد سبعة طلع تلاتة وباليد واحد فاصلة واحد تمام ناقص اللي هي أربعة بال هاي خمسة ناقص صفر خمسة ثلاثة ناقص أربعة لا يجوز نستلف بتصير تلاتطعش تسعة فاصلة صفر أنا هون برجتك كيف تتعامل مع الفاصلة العشرية احتمال فوز فريق كرة السلف فقط قلنا ناقص الاول ناقص الثاني اللي هو عبارة عن من القانون طبعا نحن نكون حافظين القوانين احتمال الاول ناقص للتقاطع عوض وطلع الناتج احتمال عدم فوز فريق كرة السلف اي من المباريات قلنا اللي هو هاي شوفوا الاتحاد التعامل معها على انه ايش زي كياني بحكي لاملحاء واحد زائد لاملحاء اثنين ناق يسوو لاملحاء واحد زائد لاملحاء واحد المتميم يسووووهاحد بس ايش قال لاملحاء واحد اتحاد حاثنين هاي خليني اشرح لكم ياه شوي يعني باعتبار هو عوض في قانون في هاي الحالة هاي رقم أي رقم ثلاثة عوض في قانون زائد احتمال ح واحد اتحاد حاثنين يسوو يعني عوض في قانون كأنه عوض في قانون لاملحاء واحد او لاملحاء زائد لام المتممة يساوي واحد لكن بدل ما هي حا صارت حا اتحادها شايفين حا اتحادها هون شو سوهو قال انه نقل حا اتقاط بالاتحاد صارت واحد ناقص تمام طيب هاي نفس الاشي بعوض في القانون اللي عندي هون شايفين القانون هادو بطلع معي الجواب طبعا واحد ناقص ستة بن عشرة يساوي اربعة من عشرة واحد ناقص ستة بن عشرة يساوي اربعة من عشرة شوف الفكرة البعديان في الشركة لسيانة اجهزة الحاسوب يوجد خمسين موظف خمسة عشر يفضلون شرب الشاي شوفوا هاي الفكرة اخدتوها بالصف السابع ورجعت بالصف التاسع هنا احنا بالصف العشر بنخدها كله نحكي لازم نرسم اشكال ذن قبل ما انا ابلش بالحل بما انه خمسين موظف صار في عنلي خمسة وعشرين يحبوا الشاي ثلاثين يفضلون شرب القهوة خمسة عشر يفضلون شرب الشاي والقهوة معا فانا اوليش بارسم عندي مين اشكال ذن بحكي هاي اوميغا تمام بعتبر انه الخمسة وعشرين هم لا ملحة واحد والثلاثين لا ملحة اثنين شايفين معا معا دائما شو بنحكي عنها حا واحد تقاطع حا اثنين تمام هاي شفينا تمام وباروح بارسم دائرتين الجزء اللي هون هو التقاطع كم تقاطعهم خمسة عشر وهاي عندي حا واحد وهاي عندي حا ثنين خمسة عشر لازم مجموعهم يكون قديش خمسي تمام حا واحد عندي خمسة وعشرين اخذت منهم خمسة عشر هاي الدائرة لازم يكونوا خمسة وعشرين هاي خمسة عشر شو بضل عشرة صار مجموعهم خمسة وعشرين هاي اثنين ثلاثين هاي خمسة عشر شو بضل خمسة عشر اجمعوهم خمسة عشر خمسة عشر ثلاثين أربعين اذا في عندي خمس موظفين لا بيشربوا قهوة الشاي نهائيا تمام اذا انت رسمت اشكال فن انحل معك السؤال بحكيلي في السؤال لنرجع لسؤالنا اذا اختير موظف من الموظفين عشواء لقضاء اجازة في البترة ما احتمال ان يكون ممن يشربون فقط شو حكينا فقط يعني احتمال الاول ناقص الثاني احتمال الاول ناقص الثاني اللي هي احنا هون في اشكال فن ببطل احكي الاول ناقص الثاني شو شو بحكي القهوة فقط باجيلي قهوة القهوة اللي هي مين حا واحد ولا حا اثنين حا اثنين قهوة فقط كم عددهم خمستاش على خمسين طبعا تقسيم خمسة تقسيم خمسة ثلاثة على عشر شايفين كاه بدلا ما اكتب القوانين وما القوانين وهي الحكي لا اشكال فن ريحني من رسمة القوانين من القوانين كلها اذا ما طبعا لازم يكونوا عندي بالشكل هذا عشان اقدر احل اشكال فن انه اشي يفضل هيك واشي يفضل هيك واشي اثنين مع بعض تمام يعني السؤال اول ما كنا نقدر لانه اكاتب لي الاحتمال عطيني الاحتمال نفسه هو عطيني الاحتمال طلع السؤال إذا كان احتمال هنا ما في احتمال يوجد خمسين موظف خمس وعشرين منهم يفضلون الشاي زي هك إذا اختير موظف موظفين عشوائي في إجازة جرش فما احتمال أن يكون ممن يفضلون الشاي فقط إذا عشر على خمسين ويساوي واحد على خمس إذا اختير موظف موظفين يمثل الشركة في إحدى المؤتمرات فما احتمال أن يكون على الأقل اتحاد يعني كلهم نجمعهم كلهم طبعا الاتحاد هو جمع الحوادث اللي راح تكون موجودة عندي العشرة ما راح تكون موجودة معين فرح يكون عندي أربعين على خمسين ويساوي أربعة على خمس طبعا هاي عندي تدريب تمانية سبعة عشر احتمال المشروط هو الحوادث المستقلة عندي هون قانون الاحتمال المشروط اللي هو هاي شكلها حا واحد بشرط حا اثنين لو يساوي التقاطع على التاني شايفين احتمال التقاطع على احتمال التاني يعني لو حكيت لك حا اثنين بشرط حا واحد بيصير التقاطع على حا واحد ونستنتج منه أن التقاطع يساوي الثاني ضرب المشروط طبعاً هنا عندي مثال بس هيك بشكل سريع ورجيكم إياه عندي احتمال الأول 6 احتمال الثاني 5 من 10 احتمال التقاطع 2 من 10 طلع لي شرط طبعاً بكتب القانون وبعوض واثنين شرط واحد اللي هو التقاطع على احتمال الأول بكتب القانون وبعوض هاي شايفينه طبعاً الحل موجود عندكم أحل معكم التدريب أنا في تجربة عشوائية اذا كان احتمال الاول احتمال الثاني والتقاطع اعطاني اياها اثنين بشرط واحد يساوي احتمال التقاطع شايفين على احتمال مين الثاني مين الثاني عندي اللي هو حاها واحد يساوي التقاطع اعطاني اياها اللي هي واحد على تسعة تمام والاول واحد على ثلاث بتصير عندي تسعة واحد على تسعة راح تصير عندي ثلاث على تسعة ويساوي واحد على ثلاث هاي شايفينا هاي بدأ شرح لكم بالتفصيل هون واحد على تسعة تقسيم واحد على ثلاث القسمة بتتحول لضرب فبتصير واحد على تسعة ضرب ثلاث على واحد وبالتالي طلعت معي التول طيب تعالي نشوف هون هاي هاي تساوي احتمال بالتقاطع على احتمال ها اتنين متممة لا عندي هاي ولا عندي هاي خليكم معي عشان نشوف كيف دريب سبعة عشرين صفحة مية وثمانية وعشرين في تجربة عشوائية اذا كان احتمال الاول تلت احتمال الثاني خمسة على اتناش احتمال التقاطع عندي واحد على تسعة احسب احتمال لعم حا اثنين بشرط وقوع حا واحد حا اثنين بشرط حا واحد يساوي قانونها احتمال الاول تقاطع الثاني على الاحتمال دائما من نقول منها الجزء الثاني من المشروط احتمال الاول يساوي التقاطع من هو التقاطع؟ واحد على تسعة احتمال الثاني واحد على ثلاث تعال هاي انترجمها شوي اكتر واحد على تسعة تقسيم واحد على ثلاث راح انا احول اللي ما مش عارف كيف طلعناها ثلاث على تسعة ويساوي ثلاث او مباشرة بتحكي تسعة على ثلاث هاي ثلاث هاي واحد طبعا راح يكون عندي هون مقلوبة ليه ثلاثة واحد على ثلاث يعني فيه ناس مباشرة طلعوا فيه ناس لا بشوي بتتغلبوا فيها هذا جزء اول اما الجزء الثاني فبحكيلي الجزء الثاني احتمال الاول بشرط متممة الثاني الكل معي شوي انا نفس القانون بستخدم اللي هو حا واحد تقاطع حا اثنين متممة على الجزء الثاني اللي هو لام حا اثنين متممة تمام عاشر هذا له قانون شو قانونه نكون حفظينه تمام احتمال الاول ناقص احتمال التقاطع تمام اذا لامحة واحد تقاطع لامحة ثنين متممة هاي قانونها هاي قانونها على هاي بنقدر نطلعه عندي لامحة ثنين خمسة على اطناش اذا لامحة ثنين من قانون هاي ها بدكتو القانون لامحة ثنين زائد لامحة ثنين متممة يساو واحد تمام بعوض يساو لامحة واحد واحد على ثلاث والتقاطع واحد على تسعة مظبوط خلينا نتأكد بس اهه وعندي لامحة ثنين خمسة على اطناش زائد لامحة ثنين متممة يساو واحد طبعا هون نوحد مقام بنضرب هاي بثلاث بتصير عندي ثلاث ناقص واحد على تسعة تقسيم هاي ننقلة هون ناقص خمسة على اطناش وبنوحد مقام بتصير عندي سبعة على اطناش ثلاث ناقص واحد اثنين على تسعة على سبعة على اطناش تمام كيف بنختصر تسعة اه ثلاث هنا اربعة وهون ثلاث بتصير عندي طبعا بسط في مقام مقام في بسط فبتصير عندي اربعتاش على اطناش هاي هاي اطلاق كيف اثنين على تلات تقسيم سبعة على اربعة عشان يك انا حكيت انه بتصير عندي اه تمانية على اه واحد وعشرين بتصير عندي فاثنين على تلات ضرب اربعة على سبعة ثمانية على واحد وعشر تمام نيجي عاشر لاستقلال الحوادث استقلال الحوادث استقلال الحوادث متى بنحكي عن حادثين انه مستقلان اذا كانت تقاطع عبارة عن حادث الاول ضرب الحادث الثاني اذا طلعوا نفس النتيجة بنحكي ان الحادثين مستقلة طبعا عندي مثال هون سريع قام معلم الرياضيات بيعطاء مهند عندي هون اثنين على خمسة واحتمال الثاني واحد على ست تمام فبحكي لي اذا كان وما احتمال ان يحل الطالبان المسألة بطريقة صحيحة اذا هون الاثنين بدون يحلوا نفس المسألة هو حا واحد تقاطع حا اثنين المتممة تمام كيف عرفنا انهم حادثين مستقلين لانه معلم الرياضيات اعطى مسألة لطالبين لشخصين اعطى مسألة لشخصين كل واحد مستقل بيحله عن التاني عشانك استخدمنا اللي هو القانون المشروط المستقلين اسفل انه احتمال التقاطع يساوي الاول ضرب التاني طيب نجي نحل تدريب سبعة اثنين وعشرين تدريب سبعة اثنين وعشرين بحكي صيادان كل واحد مستقل عن نفسه اطلق كل منهم اطلق واحدة نحو هدف معين يعني الصياد الاول اطلق نحو هدف والصياد التاني اطلق نحو هدف اذا هون انا رح اسميهم انه هاي حادثين حادثين مستقلين كل واحد مستقل عن الاخر اذا كان احتمال الصياد الاول سبعة من عشرة واحتمال الصياد الثاني خمس وستين تمام ما اذا الاول احتمال الاول رح يكون عندي سبعة من عشرة احتمال الثاني خمسة وستين بالمية ما احتمال اصابة معن كلمة معن تقاطع على الاقل اتحاد فقط الاول ناقص الثاني انا هيك استنتجت من القوانين اذا معن كلمة معن دلتني على انه احتمال التقاطع وبما انهم مستقلين اذا هو عبارة عن احتمال الاول ضرب احتمال الثالث يساوي سبعة من عشرة ضرب خمس وستين بالمية يساوي سبعة بخمسة خمس وثلاثين سبعة بستة نين واربعين وثلاثة خمس واربعين والفاصلة بعد ثلاث منازل اذا هاي احتمال التقاطع ايه شايفينا سبعة وخمسة خمس وثلاثين سبعة بستة نين واربعين وثلاثة وثلاثة باليد وثلاثة خمس واربعين هاي اول جزء الجزء الجزء الثاني بحكيلي انه على الاقل اذا احتمال حا واحد اتحاد حا اثنين وهو له قانون قلنا لازم نكون حق ضينه احتمال الاول سائد احتمال الثاني ناقص التقاطع واحد تقاطع اثنين طبعا انا دمشت القوانين دمشت الدرسين مع بعض لانه انتوا شايفين القوانين كلها نستخدمها في الدرسين ويساوي احتمال الاول سبعة من عشرة احتمال الثاني خمس وستين بالمية ناقص اربعمية وخمسة وخمسين اللي هي التقاطع الاول اول نجمع بعدين ابنة راح سبعة وستة عندي الخمسة بتنزل سبعة زائد ستة تلاتة تلاتة وباليد واحد ناقص كيف هاي بنطرحها خليكم معي هون واحد فاصلة خمسة وثلاثين الفاصلة تحت الفاصلة اربعة خمسة وخمسة في ناس كثير ما بتعرف تتعامل مع الفاصلة العشرية صفر ناقص خمسة لا يجوز نستلف تمام برضو اربعة ناقص خمسة لا يجوز نستلف اربعة ناقص خمسة تسعة اللي هي تسعة مزبوط ناقص اربعة لا يجوز منستلف صارت اتناعش ناقص اربعة تمانية اذا ويساوي ثمانمية وخمسة وتسعين بالمئة هاي طلعنا مين الجزء الثاني طبعا هاي على الاقل هي اللي دلتني على الاتحاد على الاقل طيب ثلاثة فقط قلنا احتمال الاول ناقص الثاني ويساوي لها قانونها احتمال الاول ناقص التقاطع والتقاطع احنا طلعنا احتمال الاول سبعة من عشرة التقاطع اربعمية وخمسة واربعين بالمئة كيف بنطرح طبعا هاي خلينا اطرح لكم يا على جنب طبعا مين اكبر اكيد السبعة اربعة اربعة خمسة هاي بنستلف هاي بتصير ستة تسعة عشرة خمسة خمسة اتنين اذا ميتين وخمسة وخمسين وهيكا بكون انتهى حل تدريب سبعة اتنين وعشرين صفحة مية وثلاثين اشتركوا في القناة